كن عونا حملة أقمتها منظمة أثر يبقى للتنمية والتثقيف والدعم النفسي بمدينة سبراتة لإغاثة النازحين من مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس عضو في منظمة أثر يبقى التي قائمة بحملة بعنوان كن عونا لإخواتنا النازحين من مناطق الاشتباكات وهي مناطق الاشتباكات عاصمتنا طرابلس ويتم توزيع السلات الغذائية وغير غذائية والسلات الغذائية تتكون من زيت وطماطم وأرز وكوسكسي وماكارونا المنظمة باشرت بتوزيع سلال غذائية وغير غذائية على الأسر النازحة وعددها حوالي مئة سلة يوميا كما يستمر توزيع حتى يصل عدد السلال الموزعة لثمانمائة عائلة موجودة بالبلدية طبعا سلات غذائية وغير غذائية وبدن الله مستمرين متمثلة في الغذائية طبعا متمثلة في المواد الغذائية سكر رز المكرونة كوسكسي تماطمتون جبنة إلخ وطبعا المواد تنظيف كذلك صابون غسل وصابون تنظيف حفظات الأطفال وحفظات عاجزة كذلك السلة متمثلة في سلع تموينية سكر وأرز ومكرونة وزيت وطماطم وملح طعام ومواد غذائية وهي تن وجبنة وعصائر وحليب أطفال بالإضافة إلى مواد تنظيف وحفظات أطفال وفرشي ومعجون أسنان وغيرها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة